من شمال العراق وشمال الشرقي سوريا إلى وسط السعودية انتقل مفهوم السبي لدى أفراد من تنظيم داعش إلى الرياض تحديدا عاملة من جنسية أسيوية غير مسلمة هربت من مكفولها لتقع في يد شاب يحمل فكرة تنظيم أقنعها في دخول الإسلام وصور لها أن الدين يمنحها صفة السبية أي يحل له معاشرتها وأيضا تقوم على خدمته فضلا عن تنفيذ مهام تخدم التنظيم في السعودية وفي محاولة منه لإبقاء الأمر في طي الكتمان هدد العاملة وبث في داخلها الرعب أي في حال إن أخبرت الجهات الأمنية فلن ترحمها وستقوم بتعذيبها السبايا يعتبرهن التنظيم من الغنائم ويجيز شراءهن أو بيعهن أو تقديمهن كهدايا وهذا ما حدث بالتحديد مع نساء الإيزيديين شمال العراق وأيضا فرقة السورية عندما أغار عليهم التنظيم واقتاد المئات من نسائهم واتخذهن كسبايا عبر توزيعهن على مقاتليه وبيعهن في سوق النخاسة منظمة العفو الدولية أجرت مقابلات مع عشرات المختطفات التي هربنا من مسلحي داعش وروينا قصص اختطافهن واغتصابهن وبيعهن أو منحهن هدايا إلى أفراد التنظيم عدد من الأكاديميين الشرعيين أكدوا أن إجماعا واسعا بين علماء المسلمين انتهوا إلى أن الرق في العصر الحديث أصبح ملغى وغير شرعي ورأى بعضهم أن إنزال تطبيقات القرون الأولى على العصر الحالي يتنافى مع روح الشريعة يعني الآمنة من أهل الكتاب هل تصبح من السبايا الذمية من السبايا المواطنة العراقية التي النصرانية هل تصبح سبايا وهي غير مقاتلة دليل أن نفقهم بالشرع حمد العمر العربية